تترش شوية بطلة كده على النموات دي دي اول اجراء. تاني اجراء تعمل ايه بقى? كل سنة في الربيع تفحص النخل اتاك اهلا بكم عزائي المشاهدين وتابعيي قناة مهارات زرعية في كل مكان. لو انت بتمتلك نخلة او اكتر من نخيل السيكس فانت تمتلك كنزة حرفيا. لسببين اتنين. اول حاجة لان النخيل السيكس واحدة من اجمل انواع نخيل الزينة على الاطلاق. تاني حاجة لانها سعرها مرتفع جدا جدا. لكن السبب في ارتفاع سعرها ايه? انها بتطلع دور اتنمو واحدة بس في السنة. يعني بتطلع دور اوراق واحد فقط في السنة. لكن انا عايز اقول لك نفض على سبب مهم جدا جدا ما حد اش اقول لك عليه. ان دور الاوراق اللي بيطلع مرة واحدة في السنة ده انت ممكن تخسره بكل سهولة. لو عملتش الاجراء البسيط اللي انا هعلمه لك في الفيديو بتاع النهاردة. في البداية هنتعلم بعض ازاي اعتني بنخيل السيكس وازاي يكون عندي نخلة كل اوراقها بالمنظر الاخضر الجميل ده بدون عندي اي اسفرار او احتراق في الاوراق. اول حاجة نخيل السيكس لا يتحمل الشمس مباشرة طوال اليوم. لو انت هتلاحظ معي في اثناء تصوير الفيديو هتلاقيين اصلا واضع النخلة دي او النخلة ده عسفل شباق التزليل. يعني هو بيحتاج شمس مغربلة او مكان يصل لضوء الشمس ساعتين تلاتة كل يوم. يعني اما صباحا او مساءا. عقصة تقدير اربعة ساعات في اليوم. كمان من العوامل المهمة جدنا في نجاح نخيل السيكس هو الانتظام في عملية الرعي بمعنى انت تروي دايما الارض بتاعتك او الاسس بتاعت عند بداية جفاف سطح التربة. لا تنتظر حتى تجف التربة تماما. لان جفاف التربة تماما بيقدي الى مشكلة كبيرة ومرض مشهول جدا في السيكس. هقولك عليه ده وقت ان شاء الله من خلال الفيديو. تلات حاجة نخيل السيكس بحب جدا الاسمادة الارضوية. ياريت كل سنة في شهر اتناشر او في شهر واحد تضيف سماد عضوي لكل نخلة سيكس عندك لان ده مهم جدا جدا. بل هو السري من اصلاف نجاح ونمو نخيل السيكس. طيب ممكن اسمده بقى طول السنة. لو عندك اني بي كي ممكن مرة كل خمسراشر يوم. كويس جدا جدا. بتدي كل نخلة زردية كده حوالي خمسة جرام مرة كل خمسراشر عشرين يوم. لو ما عندك شي اتعمل منقوع السماد العضوي وتستخدمه على طول. لو انتم فاكرين كمان الفيديو بتاع سماد عضوي معجزة سلسل مفهول. السماد ده انا هسيب اللينك بتاعه في الوصف. لو انت اعملته واستخدمته مرة واحدة كل شهر اللي هي نخيل السيكس. مش هتحتاج اي تسميت تاني غير هو سماد ده فقط. دي نخلة سيكس. شايف حدك عاملت ازاي? لاحظ بقى النخلة التانية. فيه فرق واحد. شايفو? النلامم مجموعة الاوراق ورابطها بخيط. النخلة التانية نفس النظام. مجموعة الاوراق ملمومة. مربوطة بخيط. والنخلة دي نفس النظام. هو ده بقى السر اللي هيقول لك عليه. واللي محدش ابدا هيقول لك عليه في اي قناة تانية. ليه? لان ده اصلا ماتج من خبرتي في مجال العمل في المشاتل. دي نخلة سيكس اكيد زي اللي عندك بالزبط. ربما تكون عندك اكبر او اصغل لكن هي اكيد بنفس الوضع ده كده. اول مراحزة عندي هتلاقي هنا في بعض اوراق صفرة او جفة. وده المرض اللي انا اشرتك ليه في بداية الفيديو. قلت فيه مرض ده انا هقول لك عليه اسناء الفيديو. اسفرار وجفاف اوراق السيكس. ده بيندج من ايه? من العطش. لو انت عايز معلومات كافية عن زراعة السيكس وكيفية رعايته وعلاج جميع امراضه ممكن تشوف في الفيديو ده. وهسيب لك اللينك بتاعه في الوصف. ازاي بقى تحفز على اوراق السيكس اللي بتطلع مرة واحدة في السنة. ركز معي كده. داخل جوه قلب النخلة بالكاميرا. تلاحز في حاجة. في نموات بدأ بتطلع هي في النص اللي بشورة لها بصباعي دي. دي بداية نموات جديدة اللي هي بتاعة اولاق اللي بتطلع كل سنة مرة. وعشان احافظ على النموات ديت فيه جرائين اتنين اللي لازم اعملهم. اول ادراء ان بعمل رشة حشري. اي حشرة الموجودة عندك. طيب لو ما عندكش خاصة تعمل ايه? هتجيب من اي سيدالي او اي حد بيق مبيدات. او اي محل سوبر ماركت علبة بودرة لمقاومة النمل. وتاخد البودرة ديت وتحاول تعمل تبديل لنموات ديت. هي ترش شوية البودرة كده على النموات ديت. دي اول اجراء. تاني اجراء تعمل ايه بقى? كل سنة في الربيع. تفحص النخلة بتاعك. واول ما تلاقي بداية النموات دي ظهرت. هتقوم جامع كل اولاء النخلة بالشكل اللي انت شايفه ده. وابدأ اربطها باي خيط. اجمعها كزا ما انت شايف واربطها باي خيط. ليه? انا هنا بحمي النموات الخارجة ديت من اشعة شمس زيادة. بحميها من الرياح. بحميها من اتربة لانها ممكن تصب العناكب نتجة الاتربة. بحميها من اي تقالبات جوية ممكن تحصل. النموات دي بتكون حساسة جدا لاي تغيرات في المناخ. فممكن بسهولة تموت او تفقدها او تجف نتجة التغيرات ديت. فانا بحميها بان انا اجمع الاوراق حوالينها او اقلمها حوالينها واربطها بالشكل دي. بلاحظ في النخلة ديت النموات هنا بلقى تكبر شوية في النمو. وانا في نفس وقت عمل لي ايه احماية بالاوراق اللي حوالين منها بتاعت النخلة. نفس الكلام انا عمله في النخلة ديت. اجمع الاوراق. واربطوا مبعضهم حوالين قلب النخلة اللي فيه نموات الجديدة. ادخل بالكاميرا جوا كده. وليك النموات الجديدة في النخلة ديت. هنا نموات اقل شوية فيه الطول من النموات النخلة اللي فاتت. لكن برضو انا عمل لها حماية بالاوراق الخارجية بتاعة النخلة الاساسية. ركز بقى معايا في النخلة دي كده. برضو انا عمل نفس الكلام جامع الاوراق. وربطهم بخط حوالي النخلة الاساسية. هنا بقى قلب النخلة هنا الاوراق بقى النموات الجديدة الكبرت قوي وشكلها جميل اخضر زاهي. غاية في الجمال. طبعا هسه هنا لا تعرضت لعطش ولا تعرضت لاجهات الاوراق لسه تمام جميلة جدا جدا جدا. لو انا دخلت بالكاميرا جوه النخلة او في قلب النخلة هلاقي هنا في لسه في نموه تقريبا او اتنين لسه هم قد ما فتحوش. اللي انا عارب منه لون الاصفر ده. ده لسه نمو اهو. انا عاربت اقطب الكاميرا. ده تقريبا ان ورق لسه هتفتح. لكن مجمل اوراق كلها فتحت. وانا ما زلت محافظ عليها بان انا جامع كل اوراق. وربط حوالين قلب النخلة. طب امتى افق ربضة? بعد ما كل نموات اللي في قلب النخلة تكبر وتاخد الشكل الكبير ده. وبعدها بحوالي شهر ابدأ افق الخيط ده. وابدأ اترك النخلة للجو الطبيعي. بطريقة دي اكون انا حافظت على الاوراق اللي بتطلع مرة واحدة بس في السنة في نخيل السيكس. شكرا اللي حسس معكم. والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.